على ظهر من اعتبار البعض وتصنيفهم له في بعض الأحيان على أنه آفة بسبب إطلافه للمحاصيل إلا أن عصفور الدوري أو الدويري يبقى رفيقا للفلاح الفلسطيني فوجوده مهم للبيئة المحلية والإبقاء على توازنها الطبيعي بقضائه على الحشرات الضارة فالدوري أو الدويري أو البليدي كما يسميه البعض ينتمي إلى فصيلة العصافير الحقيقية يتواجد في معظم أنحاء العالم وهو الطائر اجتماعي يعيش في التجمعات السكانية وهو قادر على التأكل مع أنواع كثيرة من المناخات ويتغذى على الحبوب والحشاش كما يمكنها أن تتكيف وأن تأكل أي طعام متاح ويعشش عصفور الدويري أو الدوري في الشكوك الصخرية وفي الثقوب الأشجار وتضع الأنثى من أربع إلى خمس بيضات في الحطنة الواحدة وتفرخ الأنثى مرتين في السنة على الأقل وقد تصل إلى سبع مرات في المناطق الاستوائية وتفكس البيوض بعد 11 يوم إلى 14 يوم وتبقى الصغار في العش من 14 إلى 16 يوم في العش وتزيد الفترة إذا كان الجو باردا في الخارج ويمكن أن يعمر عصفور الدويري أو الدوري حتى 19 عام ترجمة نانسي قنقر